برحب بيكم مع أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل ويسعدني لتاني مرة النهاردة نستطيع في الأستاذ محمد المسيح عالم المخططات وصاحب برنامج التاريخ المبكر للإسلام أهلا بك مرة كمان أستاذ محمد مشرفني أنا كمان شرفت بلقائك والفترة المرة اللي فاتت يعني ما نحقناش نقول حاجة في موضوع البخاري كنا نتكلم في موضوع البخاري فحضرتك أنا عايزة يعني لو عندك إضافة في موضوع البخاري بنيها على اللي تكلمنا في الحلقة يعني أنا زي ما قلت لحضرتك أنه بكلم خاري صندوق لكن بالنسبة لهو عايز يعرف أكتر عن موضوع صحيح البخاري أنه أنا بقترح أنه يقرأ كتاب كشف المتواري لصحيح البخاري لأحد الباحثين الشيعة يعني هما من أربع مجلدات ده ما خلاش حاجة في صحيح البخاري إلا وأعطاها نقد نقد جيد جدا وهناك كتب كثيرة زي الكتاب الأستاذ راشيد أيلال وغيره فهذا الموضوع يعني أنه موجود على الساحة وممكن أي حد يتكلم فيه طيب يعني ديك فعلا كتب قيما الإنسان يقراهاي نعم طيب حضرتك دينا نظرة يعني مختصرة عن تاريخ الإسلام والحضرتك السورة اللي كان بيقدمها الإسلام عن الله قبل نحن بدينا الكلام عن موضوع العقيدة عشان حضرتك قلت نقطة مهمة أنه المسلم كيف يعني يتصور الإله ما هو هذا الإله طبعا بالنسبة للتاريخ المبكر للإسلام ونحن نتحدث في التاريخ المادي هناك طبعا لو تكلمنا عن العرب فقط فالعرب كانوا بدوا رحل معتمدين في حياتهم اليومية على الرعي وعلى البحث عن الكلاء وكذلك يعني في أوقات الجفاف وأوقات الصعبة كانوا بيعملوا غزوات يعني ينهبوا القرى والجيران اللي هم يعني جنبهم لكن على العموم العقلية العربية كانت تعتمد على الإيمان بآلهة الخصب وآلهة الخصب طبعا لأنهم هم متابعين نظام يعني التولد على أساس القطيع والذكور أهم من البنات يعني هذا كذلك صحيح فهناك حفريات وجدت فعلا أن العرب كانوا يقدسون الأحجار اللي هو تسمى بالبيتيل أو بيتيلوس فالأحجار دي كانت هي رمز للذكورة وللأنوتة ولهذا تجد بعض الآلهة زي الإلهة كعبو اللي هي إلهة الخصب وأم الآلهة عند الأنباط فهي كانت مقدسة عند العرب ويعني أعطي لها اسم تاني كان أبر عن تمثيل نعم هي تمثيل حجرية يعني يشخصون هذا الإله طبعا الآلهة كانت آلهة وخاصة الإله الأكبر والأعلى كان دائما هو الإبن الأكبر للإلهة فالإلهة اللات مثلا هي تأنيت لللا لكلمة الله فالعرب كانوا يقدسون الله وكانت لهم صورة معينة عن هذا الإله يعني هي صورة أكثر شيء تجسدية فلهذا السبب ممكن تكون أن العقيدة المسلم لا زالت فيها بعض البصمات الوتنية اللي كانت موجودة لا يمكن الاستهزاء بالفكر والعقيدة الوتنية لأنه كان عندهم فكر متطور حسب عصرهم لكن هناك تطور في العقلية العقائدية طبعا عندي سؤال في الإله كعبو هل في علاقة بين الإله كعبو والكعبة اللي احنا بنشوفها نعم بالضبع إزاي تطور من هو تمثاله وبعد كده طبعا الكعبة لما نقول كلمة كعبة معناها شيء مدور ككعب الرجل مثلا كواعبة أطرابة يعني شيء مدور فالكعبو دي كانت إلهة ذات التدي الكبير فليس معناها يعني بالمفهوم الجنسي لكن بالمفهوم الخصب بالمفهوم العطاء لأنها رمز للأم الذي تعطي لابنها رضيع بمحبة يعني هناك فكر راقي في تصور الإله الذي يعطي أو الأنتكة هي البداية للوجود أو للأصل اسمحني أستاذ محمد القرآن يقول ألكم الزكر وله الأنسة نعم صحيح هو يحارب يحارب طبعا هذه الفكة العقلية المتحجرة أو العقلية التي تعتقد بتجسيد الأشياء فلهذا السبب يعني كان الإسلام يعني بداية يحارب يحارب مثل هذه الأنواع من التفكير فكعبو هي أصلا بقت كعبة لأنه حرف الوا مثلا عمرو كان اسم عمرو أصبح عمر أو عمر فهناك الكثير من الكلمات اللي هي أصلها كانت واو في آخر الكلمة فتحدث الواو في اللسان العربي فلهذا السبب يعني أنه صارت عندنا أشيء اسمه كعبة والحجر الأسود الحجر الأسود كمان يعني موجود حتى في الفكر الإسلامي أنه هو يمين الله حضرتك ممكن تكلمنا في هذا الموضوع هل يمين الله هو من صفات الخبرية أو هو أم لا فده طبعا كان نقاش ما بين الفقهاء وخاصة ابن تيمية عن موضوع يمين الله لأنه في حديث عن ابن عباس يتحدث عن أن الحجر الأسود هو يمين الله فالفكر يعني العقيدة بين عند المسلم نفسه تعتمد على فرق كل فرقة لها تصور معين للإله وهذا الموضوع أظن حضرتك أشارتي ليه في عدة حلقات طبعا أنا كل الحلقات بتتكلم عن العقيدة والفرق بين إله الأشعارة وإله أهل السنة فزي عشان نسهلها للمشاهد بيطلع بيطلع مش صفة ذاتية لله يعني مش من صفة الله الذاتية أو الخبرية وهكذا يمين الله الحجر الأسود مش صفة خبرية لله فعشان كده ما نقدرش نقول يمين الله هو تجسيم للإله على الأرض ما نقدرش نقول كده الناس المتخصصة فهمة أن لا بيحتاج كده أهل السنة الأشعارة ولا أهل السنة الصلافية بأن الحجر الأسود يمين الله كأنه جسم يعني الله مجسم في الأرض نعم لكن هناك تصور آخر مثلا هل الله يستوي على العرش فهذا سؤال من الأسئلة هل الله محدود هل هو الله بينزل من السماء من السماء إلى الأرض هل هو يعني كائن في السماء عند أهل السنة والجماعة السلفية عندهم تصور للإله طبعا يعني بيقولوا طبعا ليس كمثله شيء بس عنده ساقة عنده رجل عنده يتحرك ينزل يصعد حتى يعني حاجة معروفة جدا الإسراء وإيه والمعراج السعود لأله بس هذا الرسول معراج الرسول أعراج من الأرض للسماء أو مثلا لو هناخد من الكرآن نقول تعرق إليه الملائكة والروح المعراج هو السعود من الأسفل للأعلى فالله فيين هل الله ينزل إلى بحسب حديث الله في السماء وينزل إلى سماء الدنيا فهل النزول ده يعني تجسدي يعني لما نجون نزل معناها أنه هو محدود طبعا بالتالي هذا النوع من الفكر المادي وليس يعني حتى لما نقول أن الله في السماء يعني محدود نعم في نفس الوقت بعد 250 سنة تقريبا لما اختلطوا بالفلسفة قالوا ازاي يعني إحنا كده إيه الفرق بين أهل السنة والناس اللي هي شايفة الإله قدامها وده آسف قطعة كلام حضرتك أنه فعلا ده اللي أنا بحاول دايما أقدم للمشاهد الكريم على أساس أنه الأحاديث المعظم يعني الفكر الإسلامي مأخوذ منه أنه أحاديث ونقاش وفكر ظهر في العصر العباسي يعني تقريبا أكثر من قرن ونصف من يعني بعيدا عن الحدث أنه ظهرت فجأة هذه الأحاديث وهذه الأقوال وهذه الدراسات وهذه يعني النقاش اللي هما بين مثلا الأشاعر والأصليين اللي هما يؤمنون ب يعني أن الله له دات أن الله له ساق فعلا له ساق يعني لا نعرف كيف هي لكن هي موجودة لكن بالنسبة للأشاعر أنه أنه هذه الساق يعني هي رمز لكذا ورمز لكذا مثلا اليد رمز للقوة مثلا الحقيقة معادي البرنامج يعني قرب على الانتهاء وأنا فعلا يعني هل ممكن تواعدنا بحلقة كمان نتكلم أكثر مع حضرتك ممكن ممكن جدا طيب أعزائي مشاهدين يعني الوقت فعلا أكثر من رؤى وإحنا أستاذ محمد بيوعدنا بحلقة كمان وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصوية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين حقل المساء ترجمة نانسي قنقر